تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقل فيتو ضد قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن يأتي تصويت الجمعية العامة بالتزامن مع زيارة مبعوثين من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات من الوقود إلى قطاع غزة عن هذا المشروع ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صاب من مقر الأمم المتحدة أهلا ومرحبا بك نبيل ما اختلاف هذا المشروع وما فورى الصدور نعم أحمد هذا المشروع مشابه إلى حد كبير للمشروع القرار الذي أسقطته الولايات المتحدة بالفيتو في مجلس الأمن ومن هنا تكمن أهمية تقديم هذا المشروع أمام الجمعية العامة للتأكيد بأن الفيتو الأمريكي لن يعطل هيئات الأمم المتحدة عن إصدار القرارات الداعية لوقف فوري لإطلاق النار هذا من حيث الشكل من حيث المضمون هناك بعض التعديلات لتتناسب مع اللغة المعتمدة في الجمعية العامة ولكن من حيث مدى إلزامية هذا المشروع في حال صدوره طرح هذا السؤال وطرحناه على عدد من المسؤولين اللغة المعتمدة في نص مشروع القرار أنه يطالب وليس يدعو أي دماند باللغة الإنجليزية وفيها نوع من الطلب الأجباري إلى حد ما في اللغة المستخدمة في مشروع القرار أي أنه يطلب إعلان وقف إطلاق فوري إنساني للنار بالتالي مدى الإلزامية هنا مدى أكبر من اللغة المعتادة في الجمعية العامة وهو أمر أيده أيضا المدوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور الذي أشار قبل قليل إلى أن هذه اللغة تعتبر لغة منزمة للدول وبالتالي النقاش حول مدى إلزامية قرارات الجمعية العامة تمت معالجته في هذه اللغة بأنه يطلب وليس يدعو بالتالي هذه الدعوة لوقف إطلاق النار يرجح أن تصدر عن الجمعية العامة اليوم في هذا القرار أو مشروع القرار حتى الآن بالنسبة إلى عدد المؤيدين لهذا المشروع حتى الآن لا يزال العدد غير واضح تماما خصوصا أن هناك محاولات من جانب الدول الغربية لربما تشتيت الأصوات إذ أن النمسا طرحت تعديلا على مشروع القرار يضيف كلمة حماس ومجموعات أخرى في الفقرة التي تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن النمسا أضافت هذه الجملة من ثلاث كلمات التي أصبحت الفقرة بموجبها تقول أن الجمعية العامة تدعو إلى الإطلاق الفوري للرهائن المحتجزين من جانب حماس ومجموعات أخرى أي فقط الرهائن في قطاع غزة الرهائن الإسرائيليين الجانب العربي والكتلة العربية والإسلامية ستصوت ضد هذا التعديل سألت السفير الفلسطيني قبل قليل عن سبب الاعتراض على هذا التعديل ولماذا لا يضيف الجانب العربي والمجموعة العربية والإسلامية لغة تتعلق بأيضا المعتقلين الفلسطينيين من جانب القوات الإسرائيلية قال السفير منصور ردا على سؤالنا بأن الهدف الآن هو التركيز على وقف إطلاق النار وليس تعداد كل القضايا المتعلقة بالحالة الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في هذه المرحلة إذن التركيز لا يزال منصبا على لغة مختصرة جدا ومحددة جدا بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار هناك أيضا تعديل أمريكي طرح على مشروع القرار يشير إلى إدانة أعمال حماس في السابع من أكتوبر هذين التعديلان الأمريكي والنمساوي سيتم التصويت على كل منهما على حدة قبل طرح مشروع القرار بكامله على تصويت الترجيحات أيضا أن التعديل الأمريكي والتعديل النمساوي لن يحصل على الأعداد الكافية من الأصوات لإضافتهما إلى متن نص مشروع القرار العربي الإسلامي العدد المطلوب لتبني التعديل هو ثلثة عدد المصوطين سنرى كيف ستتجه الأصوات ولكن الترجيحات كلها تشير إلى أن القرار سيمر سنرى كيفية توزيع الأصوات حين يتم طرح هذا المشروع على التصويت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش بعد نحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة من الآن مراسل العربي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك نبيل أبي صعب شكرا جزيلا لك نبيل